اشتركوا في القناة يجب نعزي اهالي الصعيد كلهم ربنا يا رب يرحم الضحايا ونحتسبهم عند الله شهداء ويا رب يشفي المصابين على الف خير يعني حادث وجع قلوبنا كلنا وبنتمنى بحق الايام المباركة دي انه ما نشوفش حاجة زي دي تاني توجعنا مساء الخير عليك يا احمد ساخن سارة ومساء الخير على حضراتكم طبعا خالص تعزينا البقاء لله ربنا يرحمهم ويخفر لهم ويجعل مثواهم الجنة ويصبر اهلهم يعني بتقال ايه اكتر ناس موجوعة في مصر وان كانت الحقيقة في الحوادث اللي من النوع ده مصر كلها بتبقى موجوعة الحوادث دي بتتكرر كتير قوي ملف النقل عند دراف مصر اطرات وغير اطرات نقل تقيل اوتوبيسات مدارس يمكن واحد من اكتر الملفات اللي بتقلم المصريين واكتر الملفات اللي سال على صفحاتها دم كتير قوي ورغم ان في مجهودات جبارة الحقيقة بتقوم بيها الدولة عشان تطور المنظومة لو كنت بكلم عن السكة الحديدة على وجه التحت طبعا فيه كلام كتير قوي تقال حضرتكم سمعتوا خبراء بيتكلموا والموضوع يمكن في وسائل العلامة المختلفة تم التركيز عليه من كل جوانبه لكن بيتهيألي لازم نقول برضو انه رغم كل المجهودات الرهيبة والجبارة خدوا بالحضرتكم ملف النقل وملف السكة الحديدة في مصر واحد من اصعب الملفات واكترها تعقيدة الموضوع مش بس مجرد تكلفة مادية او توفير احتياجات مادية لكن الموضوع كمان محتاج وقت ومحتاج تدريب وده العنصر الاكتر خطورة في ملفات كتير ممكن الناس تستحمل في ملفات كتير جدا ممكن الناس يعني يكون عندها صبر طويل لغاية لما تحس بنتيجة مالموسة لكن في ملف النقل انا بيتهيألي احنا محتاجين حلول خارج السندوق محاولات كتيرة جدا ووزراء كتير جدا تولوا المسئولية في اوقات مختلفة وملئناش المرضود على الرغم انه الدولة بتدي اهتمام كبير ودعم كبير جدا لملف من النقل لكن ملئناش المرضود الكافي في وقت ملأوقات اصلاح منظومة عفى عليها الزمن بيكون اكتر كلفة واكتر صعوبة منك انت تعمل منظومة جديدة في النهاية باكرر مرة تانية خالص تعازينا وخالص تعازي كل العامدين في قناة النادي الاهلي لوسر الضحايا ونحتسبهم عند الله من الشهداء حلقة النهاردة الحقيقة يمكن الكلام فيها طبعا هنتابع اخبار فرقتنا واخبار استعداداتنا المطش مهم جدا بيفصلنا عنه يمكن اسبوع لكن هو مطش مهم جدا في مشورة النادي الاهلي في بطولة دوري الابطال السنادي والاهم كمان انه هنفرد مساحة للكلام على منتخب مصر اللي تابع حلقاتنا الاخيرة قبل لقاء مطش مصر وكينيا يقول ان احنا توقعنا ورسمنا وحللنا سيناريو المباراة قبل ما نشوفه والكلام الحقيقة مش على مطش كينيا مبروك طبعا الف مبروك للمصرين على التأهل وان كان ده مش طموح المصريين ومش هخبي على حد سر لو قلت انه مصر كلها مش راضي على اداء المنتخب في مباراة كينيا ليه ويهي اهم الاسباب ده اللي هنكلم فيه النهاردة بالتفصيل والاهم ان انا اقول ان المسئولية مشتركة في ده ما بين كابتن حسام البدري وما بين لعبت المنتخب اللي ظهروا الحقيقة مفتقدين الروح ناس كتير تقول ممكن فترة العداد قليلة ناس كتير ممكن تقولك الظروف وكينيا والاكسجين ناس كتير جدا تقولك المباراة سهلة والتأهل محصوم فما فيش عند اللعيبة يعني حافز كبير جدا يخليهم يبزلوا اقصى ما عندهم ناس كتير بتقول المحترفين خايفين على نفسهم على كل احوال كلام كتير لكن الاهم واللي انا اتكلمت فيه يوم الاربع هو فكرة الهوية هو فكرة الشخصية هو فكرة منتخب ويمكن هنتكلم النهاردة على مشوارنا التصفيات كاس العالم منتخب مقبل على بطولة امم افريقيا والجمهير الكرة كلها الحقيقة مستني منتخب مصر يظهر بشكله الطبيعي بحكم تاريخه وبحكم عدد مرات فوزه بالبطولة والاهم من ده كمان عندنا تصفيات كاس العالم اللي تبتدي ان شاء الله في شهر يونيو اللي جاي هلتكلم كتير النهاردة هيكون معنا نجمة من نجوم النادي الاهلي كابتن خالد جدال طبعا احمد يعني اكيد لازم ابرك لحضراتكم على التأهل لكاس امم افريقيا وان كان الحقيقة انا باعتبر ان ده مش انجاز مش انجاز ان منتخب مصر يتأهل لكاس امم افريقيا مفروض ان ده الطبيعي اللي مش طبيعي ان كان يحصل العكس فعشان كده اكيد فيه غضب من الاداء يعني احنا بنتكلم على بقالنا فترة بنقول عايزين منتخب مصر يرجع هبته وشخصيته وقوته وانه مش اي حد يقدر يلبس تي شيرت منتخب مصر وانه لازم نشوف من تاني الكرة الممتعة اللي احنا تعودنا عليها من المنتخب ده ولكن انا شايفة انه فيه ناس بتتعامل مع الامر على ان هو انجاز وان كان زي ما بقول ده طبيعي ان احنا نتأهل فعشان كده انا بحاول اشوف مبرر للي بيحصل يعني لما بنيجي نتكلم على الجيل الحالي انت بتتكلم على لعيبة كل اسم فيهم شال في رئته سواء في الدوري المصري او في دوريات برا في اوروبا او حتى السعودية بنتكلم على كل اسم تقيل يعني اللعيبة كلها مفيش ولا غبار على اي اسم من الاسامي اللي كابتن حسام البدري ضمها لقايمة المنتخب المصري بس تغرب قوي انه يمكن اول خمس دقايق شفنا هجمات مكثفة من جانب المنتخب المصري وجون حلو جدا من افشة معقول بجملة حلوة وبعد كده انا مش عارفة ايه اللي حصل يعني بعد كده ايه اللي حصل في الملعب حتى الشوط التاني اعتقد يمكن المنتخب المصري سدد بس ثلاث مرات على مرمى منتخب كينيا مقابل حداشر تزديدة من المنتخب الكيني فالواحد هو بيتفرج عمال يفتكر ايام المنتخب قبل كده انه مش دي الكور اللي احنا متعودين عليها من منتخب مصري يعني انا مش شايفة مبرر لان ده يحصل زي ما بقول كده الاسماء انت بتتكلم على الشناوي اكبر حارس في افريقيا بتتكلم على حجازي شوف عامل ايه في السعودية محمد صلاح تشويزي جي مصطفى محمد عمر جابر السولية حمضي فاتحي يعني مش عايزة يعني كل الاسماء مفيش حد مفيش اسم واحد مش سئيل في الملعب فان ان انت تشوف قدام منتخب كينيا اللي هو المصنف 104 عالميا المنتخب بالشكل ده طبيعي ان يبقى فيه غضب جماهيري طبيعي ان الناس تتكلم وتقول امال بعد كده في البطولة نفسها قدام السنغال قدام تونس قدام المغرب ومع كامل الاحترام لكل المنتخبات منتخب مصر تاريخه غير خالص منتخب مصر تاريخه اكبر من اي منتخب تاني افريقيا فاننا ليه ليه يبقى عندي قلق كواحد من جماهير المنتخب المصري ليه يبقى قاعد بتفرج وفيه قلق على المنتخب ده لما يروح كاس امم افريقيا انا بشوف شخصيا ده رأيي الشخصية ومعرفش احمد تتفق ولا لا بس من فترة كبيرة من ايام كابتن حسن شحاتة انا ما شفتش الروح والشخصية والكرة الهجومية الممتعة بتاعة منتخب مصري يعني وقت هكتور كوبر اكيد ما كانش فيه كرة هجومية ولكن كان بيتقالي انه وصلنا كاس عالم فبسكت لكن بعد كده فين الكرة من جانب المنتخب المصري اللي احنا متعودين عليها فين الاداء اللي احنا متعودين عليه اللي بنبقى فخورين به وانه دايما الحقيقة بتكلم على انه تي شيرت منتخب مصري ده تقيل قوي كل اللي يلبسه مهما كان بيلعب فأي نادي كبير لازم الحقيقة يكون قده ويكون عارف امته ويكون عارف قد انت انت درواتي بتفرح 100 مليون مش بنتكلم على فئات بقى احنا بنتكلم على 100 مليون ويبقى السؤال اللي بيشغلني واللي لازم اسأله انا ليه بجيب انني من انجلترا او من انجلترا لو انا مش هلعبه لو انا هقعده دكة ليه اجيب انني اختلف معاك انا اجيب اللي اجيبه ولعب اللي لعبه انا المسؤول عن منتخب مصر وهنا فيه كلام كتير لانه وفيش اسم مهما كان مهما كان كبير مهما كان عظيم مهما كان مفيد مهما كان اضافة للمنتخب اكبر من اسمه منتخب مصر ما بنقولش ان اسمه اكبر لا بس واللي شايف واللي شايف انه ده منتخب حسام البدري فلما يحب يعقب حسام البدري فيعقب مصر ويعقب منتخب مصر ويعقب جمهور مصر لا معلش مع كامل اخترامي انت بتتكلم على موضوع التبديل صح انا مستبتكلم على موضوع التبديل انا بتكلم على انه كابتن حسام البدري تتفقي معي تختلفي معاه فنيا هو صاحب الكلمة الاولى والاخيرة داخل المنتخب يجيب لعيب يجيب صلاح يعده التسعين دي بره ما يشركوش دي وجهة نظره الفنية محدش لي انه هو لا يعقب على ده ولا يعدل على ده ولا يكون ليه مطالب او شروط مسبقة انت جاي هنا تقدم اكبر موجود عندك لاهم تيشرت موجود في مصر ويهم المصريين تيشرت منتخب مصر لو حضرتك شايف نفسك اكبر من منتخب لو حضرتك شايف نفسك اكبر من جمهور الكرة في مصر شكرا جزيلا احنا مش محتاجين خدماتنا طيب لو بتكلم كتير جدا خلينا بس عشان وقتنا هنروح نفكر حضرتكم سؤال حلقتنا وانا عايز اسمع بردو رأيي الناس في السادسة يسار يعني من وجهة نظر حضرتكم ما هو مدى رضاكم عن المستوى اللي قدمه منتخب مصر في مطش كينيا الاخير في تصفيات امم افريقيا نسمع صوت حضرتكم والكلام مستمر على مدار الحلقة ومع ضفنا يعني هتكلم انا وصاره طبعا في فقرة الاخبار وهيكون طبعا يهمنا جدا نسمع رأيي نجمينا النهاردة كابتن خالد جادالة في حلقتنا في السادسة هياكم ضف علينا في الحلقة ان شاء الله نبدأ مع حضرتكم الحلقة بأهم عنوين الأخبار الأهلي يبدأ الاستعداد للمريخ السوداني غدا خالد الدرندالي يبحث مع عبد الحفيز ترتبات رحلة الأهلي للسودان المنتخب ينقل تمرينه غدا لفيتروسفورت بسبب جزر القمر نظام وموعيد مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كاس العالم مالك روما السابق محمد صلاح أرغمنا على رحيله ريال مدريد يدرس التعاقد مع إمباطي وهالند مرة واحدة اشتركوا في القناة